السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثالث إن شاء الله اليوم رح نبدأ بتدريبات التابعة لدرس أسناني السليمة بداية يا أمي رجاء كتابة اليوم والتاريخ عرص الصفحة اليوم هو الأحد التاريخ 18-4-2021 ميلادي التدريب الأول أقرأ قول الماردي بصوت مناسب المطلوب إنك تقرأ الكلام أو الجمل التي جاءت على لسان المارد بصوت مناسب نقرأ مع بعض يا ثالث ألف ماذا تتمنى يا أنس؟ نعيدها كمان مرة ماذا تتمنى يا أنس؟ بدك تستفهم يا ثالث هاي جملة استفهامية بدأت باسم الاستفهام ماذا؟ يلا جرب اقرأها وراء المس ماذا تتمنى يا أنس؟ با أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي تبع يا ثالث وقرأها مثل المس أمرك يا سيدي أحسنتم يا ثالث رائعين نبدأ بالتدريب رقم اثنين أقرأ الجملة منتبها إلى الحرف الملون بدك تنتبه يا ثالث إلى الحرف الملون باللون الأحمر يعاني أهالي الحي آلاما في أسنانهم لاحظ يا أمي لما قرأت كلمة آلاما الحرف الملون باللون الأحمر هو حرف الألف على همزة مد حكي أخذناها همزة المد وأخذنا شكلها وعرفنا أنها تكتب هكذا مدة الآن لما تنكتب هيك يا ثالث المد بدك تمد بمقدار حركتين يعني هيك تحكي آلاما طبعا آلاما هنا هي جمع تكسير مفردها ألم ألم طيب إيش هي هاي المد؟ حكيت لك بتمدها بمقدار حركتين ليش؟ لأنها عبارة عن همزتين إذن حرف المد هو عبارة عن همزتين الأولى بتكون قطع والثاني يوصل أنا بدمجهم مع بعض ألم بتصير آلام يعني همزتين زائد بعض صار همزة مد الآن بس تقرأها بدك تمدها شوي بمقدار حركتين آلاما آلاما فيمنا يا أمي؟ إذن هاي الهمزة بسميها همزة مد مرت معنا قبل هيك وقرأناها أكثر من مرة مثل كلمة قرآن مرآة الآن نجع التدريب رقم ثلاث أختار المعنى المناسب للكلمة الملونة نقرأ مع بعض واحد أحس أنس بألم في أسنانه الآن الكلمة الملونة هي أحسة بنا نعرف معناها يا ثالث أحس أنس بألم في أسنانه معناها شعر أنس بألم في أسنانه؟ ولا أمسك أنس بألم في أسنانه؟ ولا تعلم أنس بألم في أسنانه؟ مين اللي معناها زابط أكيد شعراء؟ يعني عليكم اخترناها شعراء أنس بألم في أسنانه الثاني استحبه والده إلى طبيب الأسنان معنى كلمة استحبه نصحه والده إلى طبيب الأسنان؟ مش زابطة رافقه والده إلى طبيب الأسنان؟ ولا أيقظه والده إلى طبيب الأسنان؟ أحسنتم رافقه رافقه والده إلى طبيب الأسنان معنى استحبه رافقه ثلاثة يعيد المارد فراشي الأسنان يعيد معناها يأخذ ولا ينظف ولا يرجع يأخذ المارد فراشي الأسنان؟ ولا ينظف المارد فراشي الأسنان؟ ولا يرجع المارد فراشي الأسنان؟ أحسنتم يعيد معناها يرجع هذه المعانية الثالث مطلوب من أن نحفظها ضروري تحفظها نكمل مع بعض تدريب رقم أربعة أصل الكلمة في العامود ألف بما يتمم معناها في العامود باء نبدأ فراشي أهالي مارد هذا العامود ألف باء المصباح الأسنان المعجون الحي بداية الكلمة الأولى هي فراشي طيب يا ثالث فراشي هي جمع صح؟ جمع إيش؟ أحسنتم جمع تكسير طيب بصير أحكي فراشي المصباح؟ لا فراشي الأسنان؟ ولا فراشي المعجون؟ ولا فراشي الحي؟ يا عيني أسمعتكم بتحكي فراشي الأسنان؟ بوصلها محا طيب أهالي كمان أهالي هي جمع تكسير مفردها أهل طيب أهالي يا ثالث بصير أحكي أهالي المصباح؟ ولا أهالي المعجون؟ ولا أهالي الحي؟ لا أسمع صوتك بصوت عالي؟ أحسنتم أهالي الحي أهالي الحي طيب ماردوا ماردوا المصباح؟ ولا ماردوا المعجون؟ أحسنتم ماردوا المصباح بنوصلها محا نيجي للتدريب الخامس يا ثالث أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة نقرأ المثال السؤال الأول التدريب الأول عشان نعرف عن إيش بحكي تمنى خليل أن لاحظي يا أمي حطيننا فراغ قبل الفراغ حرف النصب أن أخذناهم حروف النصب صح يا ثالث حروف النصب هم أن لن كي حتى ولام التعليل أن لن كي حتى وفي عنا لام التعليل طبعا شو بعملوا حروف النصب؟ شو بيجي وراهم دايما يا ثالث؟ حكينا بيجي وراهم فعل مضارع هذول حروف النصب بفوتنا على الفعل المضارع ما بيجي نغير على الفعل المضارع بغير انحركته بيكون حركته دايما الفعل المضارع الضمه لما يجي هذول الحروف قبله بتحول من الضمة للفتحة إذن أن لن كي حتى هي حروف نصب تنصب الفعل المضارع وتغير حركته من الضمة للفتحة ويسمى فعل مضارع منصوب يعني الآن نيجي نشوف تمنى خليل أن أحلامه أن تمشي أحلامه ولا أن تتحقق أحلامه أحسنتم تتحقق باجي بك اختارها وبكتبها هون لاحظ يا أمي حركة تتحقق ضموه ولا فتحة فتحة هي فعل مضارع منصوب لأنه قبليها حرف نصب أكثر حرف نصب مر معانا هو حرف أن تمنى خليل أن تتحقق بحكي هاي فعل مضارع منصوب بالفتحة أحلامه نيجي نقرأ باء وعدت هالة أمها أن هاي حرف النصب تنظف البيت يوميا ولا تصافح البيت يوميا الواحد بنظف البيت ولا بصافحه تصافح يعني تسلم عليه باليد تسلم باليد أحسنتم تنظف بختار تنظف تنظف البيت يوميا لاحظ يا أم الفعل المضارع حركته الفتحة لأنه قبليه يحرف نصب نيجي نقرأ جيم أراد محمد أن يرحب على أصحابه ولا أن يسلم على أصحابه أحسنتم يسلم يسلم حركتها الفتحة أيضا ليش ليش الفعل المضارع حون يجي حركته الفتحة لأنه قبليه يحرف نصب بحكي هاد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة نرجع نقرأ الجمل يا ثالث مع بعض ضروري يا أمي تعرف تقرأ الجمل تمنى خليل أن تتحقق أحلامه وعدت هالة أمها أن تنظف البيت يوميا أراد محمد أن يسلم على أصحابه هيك يا ثالث كملنا التدريب رقم خمسة نيجي التدريب رقم ستة أكمل الجدول شفاويا على نمط المثال الآن عمل لي عمود بالجهة هاي وعمود بالجهة هاي وحط للك مثال الآن مصباح كلمة مصباح نقرأ المثال مصباح مصابيح طيب مصباح يا ثالث مفرد ولا جمع مفرد طيب شو معنى مفرد هو ما دل على شيء واحد طيب مصابيح هون عندي جمع تكسير تتذكروا أنواع الجمع اللي أخذناها يا ثالث أخذنا ثلاث أنواع للجمع طيب شو رأيكم أعملكم وراجعة سريعة بأنواع الجمع يلا يا حلوين الجمع بداية شو معنى الجمع هو ما دل على ثلاثة أو أكثر حكينا المفرد يعني واحد لما أحكي مفرد يعني واحد مثنى اثنان ما دل على اثنان الجمع ما دل على ثلاثة أو أكثر مثلا بحكي طالب ما دل على واحد طالبان اثنان طلاب أكثر من اثنين ما دل على ثلاثة أو أكثر طيب في عندي ثلاث أنواع أخذناهم يا ثالث للجمع أول نوع اسمه جمع مذكر سالم النوع الثاني جمع مؤنث سالم النوع الثالث جمع تكسير نيجي على جمع المذكر السالم حكينا دائما بنتهي يا إما بوا ونون أو يا أونون كلمة معلمون أو معلمين هاي بسميها جمع مذكر سالم مهندسون مهندسين انتهى تلاحظ يا أمي بيا ونون أو واو ونون طبعا معلمون دلك على ثلاثة أو أكثر الآن جمع مؤنث سالم يا ثالث حكينا دائما بنتهي بألف وتاء مثلا طبيبات مهندسات معلمات رسامات إذن هيك بهذا يكون اسمه جمع مؤنث سالم آخر إش جمع التكسير اللي معانا بالتدريب يكون بحذف أحرف أو زيادة أحرف مثل أقلام كتب مسامير يعني يا ثالث ما بنتهي لا بألف وتاء ولو بغونون ولو يعونون بسميه جمع تكسير الآن نيجي على التدريب مصباح حكينا مفرد جمحها مصابيح طيب مفتاح يا ثالث يلا مع بعض أحسنتم مفاتيح بننكملها مثل النمط يا ثالث عن نمط المثال مسمار مسامير مزمار أحسنتم مزامير يعيني عليكم إذن هيك عملنا مراجعة سريعة للجموع يا ثالث ضروري تذكرهم وتعرفهم يا ثالث يا حلوين نيجي على التدريب رقم سبعة أملأ الفراغ على نمط المثال نشوف المثال إيش فيه رتب كتبه أو رتب كتبه يرتب كتبه رتب ملونة من الكلمة الملونة باللون الأحمر رتب إيش هي يا ثالث رتبه فعل ماضن ولا مضارع ولا أمر هي فعل نوعه ماضن رتب بالماضي وانتهى كمل يعني حركته الفتحة هيا دائما بنحكي فعل ماضن مبني على الفتح يعني حركته الفتحة طيب شوف شو عمل فيه هو حوله لفعل مضارع يرتب كتبه يرتب الآن إذن أنا بدي أحول الفعل الماضي اللي ملون بالأحمر لفعل مضارع طيب إيش عملت أنا زدت يا المضارع بالأول يرتب الآن يا ثالث أنا زدت يا المضارع وغيرت الحركة لإيش للضمة لأنه الفعل المضارع حركته الضمة طيب مين بيذكرني بالأحرف اللي بتدل على المضارع أحرف المضارع مجموعة بكلمة نأتي نون يعني بصير أحكي نرتبو بتكون فعل مضارع صح أو أرتبو أو ترتبو وهم مختارين إن الياء يرتبو طيب نيجي هون نظف أسنانه هاي نظف هي الفعل الماضي شو بنا نحولها ينظف أسنانه يعني عثالث الشطورين ينظف ينظف بكتب على الحركات طيب درس طلابه إيش بالصير يا ثالث يلا أسمع صوت عالي يدرس أحسنتم يدرس طلابه قلم أظافره قلم يعني قص أظافره قلم أظافره شو بالصير يقلم أظافره تدريب حلو وسهل كتير بنا نتذكر فيه الفعل الماضي والفعل المضارع رتب أصبحت يرتب نظف ينظف درس يدرس قلم يقلم نيجي على التدريب رقم ثمانية ثالث أضعوا أنتما أو أنتم في الفراغ على نمط المثال الآن يا ثالث أنتما وأنتم هاي بنسميها ضمائر المخاطب طيب نتذكر مع بعض إيش هم ضمائر المخاطب أخذناهم يا ثالث نتذكرهم أنت أنتي أنتما أنتم أنتنا طيب أنت لإيش بستخدمها يا ثالث للمفرد المذكر بحكي أنت ذكي أو أنت طالب ذكي طيب أنت للمفرد المؤنث بحكي أنت طالبة ذكية أنتما للمثنى المذكر أو المؤنث بحكي أنتما طالبتان ذكيتان أو أنتما طالبان ذكيا بستخدمها للمذكر والمؤنث المثنى يعني اللي بدلعه اثنين المفرد اللي بدلعه واحد أنتم للجمع المذكر الجمع اللي أكثر من ثلاثة بحكي أنتم طلاب أذكياء لما تكون الدلعة مذكر أولادي يعني أنتن للبنات شو بحكي؟ لجمع المؤنث بحكي أنتن طالبات ذكيات أنتن طالبات ذكيات طب نرجع نشوف بالمثال إيش حكوا؟ أنتما لاعبان ماهران طيب نشوف لاعبان إيش هي لاعبان؟ لاعبان يعني اثنين صح؟ مثنى مذكر مثنى مذكر اخترت لها أنتما طيب أنتم أصدقاء أو فيا أصدقاء جمع جمع شو نوع الجمحات؟ جمع تكسير أحسنتم عشان هيك اخترت للجمع طيب الجمحات أصدقاء يعني مذكر لو صديقات بتكون مؤنث أصدقاء مذكر إذن اخترت لها أنتم لأنها جمع مذكر طيب عاملان مخلصان شو بختار لها أنتم اللي بتدل على المثنى ولا أنتم اللي بتدل على الجمع؟ أحسنتم بختار أنتم وبكتبها أنتم أنتم عاملان مخلصان طيب طفلان مهذبان أحسنتم أيضا بكتب أنتم بكتب على الحركات نيجي هون أولاد مفكرون كلمة أولاد جمع مذكر إيش أختار لها؟ أنتم يعني عثالث الشطورين طيب رجال المستقبل بحكي أنتم رجال المستقبل ولا أنتم رجال المستقبل؟ أنتم رجال المستقبل هاي درسنا يا ثالث لليوم حلينا التدريبات ياريت يا أمي كل الصفح حل التدريبات اللي شرحناهم ويحط القواعد الرئيسية يكتبهم عنده على الكتاب وهكي ثالث يعطيكم ألف عافية